طريقة قراءة الرسائل الصوتية عن طريق النص قموا بالضغط على أي رسالة صوتية قموا بالضغط على حسنا وهنا كما تلاحظ ظهرت لنا الرسالة الصوتية على شكل النص يعني عن طريق الكتابة كأنك أرسلت الرسالة السلام عليكم أصدقائي أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد أنا الآن موجود في الدردشة على الواتساب يعني في تطبيق الواتساب الخاص بي وأنا الآن أقوم بإرسال رسائل لشخص أو لصديق لي على الواتساب فهنا أكتب مثلا بعد الرسائل على طريق الكتابة وهنا رسائل صوتية وفي غالب الأحيان لا يمكننا إرسال جميع التفاصيل بالكتابة يعني يكون الأمر مرهق فلذلك نضطر إلى إرسال رسالة صوتية ونفصل فيها كل ما نريد إيصاله سواء لصديق أو فرد من العائلة أو شخص نقوم بالعمل معه فالرسالة الصوتية توضح فيها الشروحات بكل التفاصيل أما عن طريق الكتابة فيكون الأمر صعبا نوعا ما والشخص الذي نقوم بإرسال له الرسالة الصوتية ربما لا يستطيع قراءتها نظرا لأنه موجود في مكان لا يستطيع قراءة هذه الرسالة أو موجود مع فرد من العائلة لا يريده أن يسمع هذه الرسالة أو موجود مع العائلة أو في أي مكان أو هذه الرسالة تم استلامها في وقت متأخر من الليل وبالتالي يصعب علينا في النوم أو في الصباح الباكر قراءة الرسائل الصوتية جهرا في هذا الفيديو سوف أشرح لك طريقة قراءة الرسائل الصوتية عن طريق النص نقوم بالضغط على الرسالة الصوتية وتظهر لنا على شكل نص يعني مثل هذه الرسالة على شكل نص سوف نقوم بتجربتها الآن هنا كما تلاحظ نقوم بالضغط على أي رسالة صوتية وهنا نذهب إلى القائمة في هذه النقاط نقوم بالضغط عليها وندغط هنا على المشاركة وبعدها نقوم هنا كما تلاحظ لدي هنا العديد من التطبيقات سوف أختار هذا التطبيق كما تلاحظ نضغط عليه بهذه الطريقة هنا كما تلاحظ وبعدها تظهر لنا واجهة هذا التطبيق بهذه الطريقة نقوم بالضغط على حسنا وهنا كما تلاحظ ظهرت لنا الرسالة الصوتية على شكل نص يعني عن طريق الكتابة كأنك أرسلت الرسالة هنا كما تلاحظ السلام عليكم متابعين الكرام لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما الجديد في قناة مصطفى وكذلك على صفحة الفيسبوك مصطفى الرحية وهنا يمكنك اختيار اللغة من عربي إلى انجليش لأن العديد من اللغات يدعمها هذا التطبيق وسوف نقوم الآن بسماع هذه الرسالة الصوتية لكي نتأكد أنها مشابهة للنص الذي قرأناه السلام عليكم متابعين الكرام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد في قناة مصطفى وكذلك على صفحة الفيسبوك مصطفى الرحية أنا ما أريد أن أؤكد لك أن الرسالة الصوتية هي نفسها يعني الطريقة التي تم نطق بها الرسالة هي نفسها على الكتابة يعني بدون زيادة أو نقصة فهذا التطبيق فهو خرافي يقوم بشرح لك جميع الرسائل الصوتية إذا الآن قمت بالتخلص من الإزعاج أو عدم قراءة الرسائل الصوتية فيمكنك تحويلها إلى نص وقراءتها بكل سهولة سوف أترك لكم رابط التحميل لهذا التطبيق في صندوق الوصف على قناة اليوتيوب نسبا للمتابعين على صفحة الفيسبوك سوف أترك لكم رابط الفيديو على اليوتيوب هنا في أول تعليق على صفحة الفيسبوك في هذا الفيديو الذي تشاهده الآن ويمكنك تذهب إلى قناة وتحميل التطبيق بكل سهولة لأن الفيسبوك تمنع أي رابط آخر من غير رابط اليوتيوب يعني هي تدعم روابط اليوتيوب فقط وبعد تحميل التطبيق من الرابط كما ذكرت لكم وتثبيته على جهاز الهاتف هنا نقوم بسجيل الدخول إلى التطبيق بكل سهولة هنا نقوم بالضغط على هذه النقاط كما تلاحظ هنا نضغط على ستينغ للتطبيق وهنا يمكنك اختيار جميع اللغة كما تلاحظ اختار اللغة قبل التحويل كما تلاحظ الترجمة التلقائية سوف تكون والآن كما تلاحظ أصبح التطبيق شغال والآن يمكننا الذهب وترجمة رسالة صوتية كما فعلنا في الفيديو سوف نقوم الآن بالتجربة بعد أن فعلنا التطبيق نقوم بالضغط مرة أخرى على الرسالة الصوتية وهنا نذهب إلى المشاركة وبعدها نختار التطبيق وأول فيديو تقوم بترجمته سوف يظهر معك التطبيق بهذه الطريقة وهنا نضغط الترجمة كما تلاحظ نضغط على هذا الاسم وبعدها يقوم بترجمة لك الرسالة الصوتية بشكل تلقائي في هذا الفيديو قدمت لكم أفضل تطبيق وبهذه الطريقة تخلصت من الإزعاج أو عدم قراءة الرسيل الصوتية في أي مكان فبإمكانك قراءتها الآن في أي مكان أنت موجود إلى هنا ينتهي هذا الشرح لا تنسى العجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته